السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في موضوع جديد من مواضيع السنة الأولى الثانوي موضوع قدمكم في مادة اللغة العربية قدمنا قصيدة شعرية فاربشتر عليها كابتور دي خون هودلكم نروح نروا البناء الفكري ها هو البناء اللغوي وعندنا أكيد الوضعية الإدماجية قد نحلو تلك الوضعية الإدماجية ويلا بسم الله نبدأ نقرأ في القصيدة ونفهم فيها فأنا قلنا وعص الذي يسجي النمائم بينكم منتصحا ذاك السمام المنقع يسجي عقاربه ليبعث بينكم حربا كما يبعث العروق الأخدع حران لا يشفي غليل فؤادي عسل بماء في الإناء مشعشع ولا تأمنوا قوما يشب صبيهم وأبد ضباب صدورهم لا تنزعوا فظلت عداوتهم على أحلامهم بين القوابل بالعداوة ينشعوا قوم إذا دمس الظلام عليهم حدجوا قنافذ بالنميمة تمزعوا إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم إن تسرعوا وثانية من أمر قوم عزة فرجت يداي فكان بها المطلع ومقام خصم قاتل طلقاته من زل طار له ثناء أشنع أصدرتهم فيه أقوام دراهم عظ الثقاف وهم ضماء جوع وتركت في غبراء يكره وردها تشفي علي الريح حين أودعوا هنا الشاعر سيحذر فينا من النمام هذا النمام الذي يجيب للناس هو ينصح 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 وينصح ينصح بصح هذا النمام ليس مليح ينشر العدوة بين الناس هذا ما سيتهذر على القصيدة نروح للبناء الفكري الأسئلة تخينا نفهمه نص كثير لماذا حذر الشاعر من النميمة في البيت الثاني نحن يعطي نارهم محددنا البيت فأنا نروح للبيت الثاني ونشوف لماذا حذر الشاعر من النميمة هيا البيت الثاني قالوا ليبعث بينكم حربا معنتها نشر العدوة هذه هي حربا يقولوا حذر الشاعر من النميمة لأنها تنشر العدوة بعدها قلنا ذكر الشاعر أن التقصير في الحلم ينجر عنه عواقب لا تحمد عقباها وضح يعني كواحد ما يسامحش فكي نعواقب لهذه العفصة قلنا الشايلة هي حرانا لا يشفي غليل فؤادي عسر بماء في الإناء مشاشع لا تأمنوا قوما يشبوا صبيهم وأبد ضباب صدورهم لا تنزعوا فظلت عداوتهم على أحلامهم بين القوابل بالعداوة ينشعوا يعني العداوة ونصع وزرع روح الانتقام وزرع روح الانتقام فظلت عدد ضباب صدورهم لا تنزعوا يعني يبوح تنتقموا كتبوا التقصير في الحلم ينجر عنه نشر كيف كيف هنا نشر العداوة وزرع روح الانتقام بعدها قلنا يبدو الشاعر رجلا حذقا مصلحا استخرج ما يدل على ذلك يعني نشوفوا الأبيات ونراهيل اللي يدل على هذه الحاجة حذقا عندها عنده حكمة يعرف يشوف الدنيا مليح مصلحا يعني يحاول يعطينا نصائح فنشوفوا هذا وزوج من القصيدة شوفوا البيت هنا قالنا إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم إن تسرعوا يعني اللي راكم تشوفوا فيهم خوتكم يبغو لكم الأذية يعني هما كيفش غادي يكونوا من الداخل مريحين من يشوفكم تسرعوا يعني تترى لكم كاش مصيبة فهذه ما عندها الكاتب هنا هي حذق يعني كشوف شي حاجة يعرف كشوف شو واحد يعرف فهذه هي اللي تبيننا الحذقة اللي تبيننا لإصلاح هنا وشقلنا بعدوا على النميمة وعصوا الذي يزجي النماء ما بينكم منتصحا ذاك السمام المنقع بعدوا على النميمة هذا رهي ينصح فينا هنا وهذا البيت مثل الحذقة وهذا البيت مثل النصح فنقولوا البيت الأول يدل البيت الأول يدل على أن الكاتب ناصح يعني ناصح للناس والبيت واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة وبيت السابع يدل على أن الكاتب حاذق بعد قلنا بما أنهى الشائر قصيدته قصيدته ما مراده من ذلك يعني الكاتب القصدته بشكملها شوفوا وتركت في غبراء يكره وردها يعني هنا يرى قصده القبر تشفي على الريح حين أودعه تشفي علي الريح حين أودعه هنا يرى قصده الموت ومعنتها الكاتب تكررنا في الحقيقة في الأخير تكررنا الموت على هبه يكون بلي هاد الدنيا زائلة هاد الدنيا ثانية المصير تعني هو الموت نقولوا ذكر الكاتب في نهاية القصيدة حتمية الموت حتمية الموت ليعرفنا أن الدنيا ثانية ما ندركوا نجول للإعراق نقارب مع تحتها وخطف النص ونرى هم صوالح لرالي هم خطف النص صحا عنا الحاجة اللولة هاكم نشوفو هم دلكم بظالة شوفو هنا وعصو الذي يسجي النمائما بينكم منتصحا يسجي النمائما كيف كي نطرح السؤال كيف ونقول حال بينه منتصحا نحن حال منصوبة ونحن يسجي عقاربه ليبعثه الأصل نحن يتعى الجملة لأن يبعثه نتلقوا هذه اللامة معها الفعل ليبعثه فالفعل مضارح فنقول فعل مضارح منصوب بأن المثمرة بعد اللامة تعليل هذه اللامة تعليل قلنا الأصل هو لأن يبعثه بصحة جي تقيلة على هده نقوله ليبعثه هذا مكان ندكنا نكتبوه ننجو ندير الإعراب ونكتب منتصحا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فعل مضارع منصوب بأن المثمرة جوازا بعد لام التعليل نكمل علامة نصب الفتحة الظاهرة بعد ذلك ما الرابط الذي يربط بين شطري البيت السادس ما دوره في بناء النص نرى الرابط قوم إذا دمس الظلام عليهم حداج قنافذ بالنميمة تمزعوا نرى الرابط لتفادي التكرار ما درنا هنا؟ هنا عندي حداجو هم حداجو نرى الرابط لتفادي التكرار لتفادي التكرار بعد ذلك نرى الرابط ضرب الخبر سهل قد ندرناه في المنخص قلنا عن الابتداء لما فيه حتى مؤكدات وعن الطلب لديه مؤكد واحد وعن الإنكار لديه زوج تحديد المؤكدات نرى الرابط قالنا البيت السابع هاولى البيت تعناه إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم إن تسرعوا شوفوا هنا يا إن مش قلنا إن أدا التوكيد فهنا عندي إن هنا إن تسرعوا لا هذه مهيش إن تعتوكيد إن هي تعتوكيد وهذه الإن مهيش تعتوكيد هذه إن تسرعوا صحة فهنا عندي مؤكد واحد كان عندي مؤكد واحد ضرب الخبر هذا الشهو طلبي ونكتبوا ضرب الخبر طلبي ونقولوا علش مؤكد حتى ولما طلبوا لناش مؤكد واحد واللي هو إن أم بعدها قالي في البيت الأخير صورة بيانية استخرجها شريحا إياها وبين أثارها في المعنى إحنا يا دجا شرحناها واشقلنا قلنا باللي وصوركت في غبراء يكره ويردوها يعني هنا رحقصت القبر وبالتالي هذا أكشور رحي معنى على الموت باللي خلاوه في بلاسة ما يبغي حتى واحد يقعد فيها والريح هو اللي كان يدي فيها فهنا رحوا قصدوا الموت هنا ووديعوا رح قصدوا الموت ولكن رحي معنى رحي معنى شرح ثم نجلبه نقلوا الصورة بيانية في البيت الأخير نقلوا كناية قلنا توضيح المعنى وتأكيده وتجميل الأسلوب أخذنا الأسلوب الإنشائي والخبري قلنا في البيت الأول والأخير أخذنا الأسلوب الإنشائي والخبري طلابي بسيغة الأمر نصح والإرشاد ينصح فينا شعر هنا ينصح فينا هذا هو الغرض البيت الأخير وتركته في غبراء يكره ورداء يخبر فينا بحتمية الموت تم إقرار حتمية الموت الغرض الخبري إقرار حتمية الموت نكتب أسلوب البيت الأول إنشائي طلابي هكذا نجاوب إنشائي طلابي بسيغة الأمر غرضه النصح والإرشاد ثم نجاوب أسلوب البيت الأخير أسلوب البيت الأخير أسلوب البيت الأخير أسلوب البيت الأخير خبري غرضه أنا أذكر غرضهما إقرار حتمية الموت نستطيع الغرض نشوف شعر 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 يتخل في الأسئلة ما قلت بان للسجر قالوا أن شعر يتخل حتمية الموت فهنا الغرض هو شعر يتخل بشعر و نرى الغرض وننصحني نحن 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 وكملنا وكملنا وضعية الإدماج قلنا يحمي الإسلام يسارة خالدات تخديم الإنسانية في كل زمان ومكان توسع في الفقرة مبينا على ما يقوم هذا الدين التغيير الذي أحدثه في حياة العرب وما ثمرته ذلك موظفا ما نوضفه؟ مفعول أجله؟ قلنا رغبة طمعا مفعول مطلق يعني يكون كما الفعل واستعارة مكنية ولا استعارة صراحية كما نقول نرى توقيت وضيع ادماجي وضع مقدمة وعرض وخاتمة مقدمة وعرض وخاتمة نقوم بعمل إسلامية خالدة تخدم الإنسانية في كل زمان ومكان توسع في الفقرة مبينا كان العرب قبل الإسلام يعيشون جهلا كبيرا حتى أنعم الله علينا عليهم أنا نحضر على العرب بنعمة الإسلام فأنار قلبهم هنا يا أسكو القلب ينير لا القلب ما ينير تسمى هذه واش عندي؟ عندي استعارة مكنية فأنار قلبهم هني حطيت هنا استعارة فأنار قلبهم غد ينزيد نقول ورحمة بهم بعث لهم رسولا يدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له لا شريك له لأجله وليتم مكارمة الأخلاق فقد كان العرب يسودهم الكرم والشجاعة فأقر لهم الإسلام بذلك ونقح أخلاقهم فاستبعد المفاخرة بالنسب يعني هنا يعلم ما يقوم الإسلام المفاخرة بالنسب واستبدلها بالمساوات بالمساوات بين السيد والعبد نزيد وقضاء قضاء شوفوا هنا مفعول مطلق مفعول مطلق هنا يجيه على حساب الفعل وقضاء قضاء مطلقا على العصبية القبلية على العصبية القبلية وحرم وحرم الربا وشرب الخمر والميسر يعني يعني نجون قلوف التغييرات الذي أحدثه في حياة العرب الإسلام صراحة وش سرع تانيك وش سرع تانيك ورقق من 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 الفاظ الشعر ونقاها أنه كان شعر الماجل ف ونقاها من الفاظ الشعر ونقاها كما قضى على الأساطير والخرافات وجعلهم وجعلهم يحكمون عقولهم نقول فتوحدت الصفوف وأصبح العرب كتلة واحدة تحت راية واحدة على وهي الإسلام لنقاها نقضى ونقضى أخطت اخطئ في ما فوق الفيديو وقدروا يمكنك نحن نقدر خاتماتنا نحن نكتب نتيجة ولا استنتاج نقول غير الإسلام حياة العرب فأصبحت أكثر تعقلا تعقلا ووحدت ووحد رايتهم غير الإسلام حياة العرب فأصبحت أكثر تعقلا ووحد رايتهم نقطة نقطة خلاص لا يجب أن نقوم بخاتمات نقطة نقطة نقطة